الفيديو اللي كنت بتكلم محلولك فيه قبل ما نخش على الهوى إنه كلاتن بيرجي بيطلع يقول الأخطاء والحاجات الصحة أو الحاجات اللي كان فيها أخطاء فيه مباريات كثيرة بس ده خلى الناس تعطالي دكتور ليه؟ الناس بيطلع تقولك إيه ده لا؟ ده بيقول كلام غلط ده بيقول كلام مش عارف إيه فأصبح الانتقاد على رئيس لجل الحكام وكأنه انتقاد لمحل التحكيم مش انتقاد لرئيس لجل الحكام طب ما إحنا قبل كده ما كانش حد بيطلع وكان بقوله ليه ما تطلع وتقوله هو ليه؟ يما أصلا مش هارف يعني عايزة أقوله يعني إحنا ما قلناش هلو ما تطلع وتقوله وتقوله الأخطاء والكلام ده كله يما طلعنا قلنا أنت بتقوله ليه؟ فخلي بالك مهما تعمل مش هيعجب اعمل الصح متقلاش من أي حاجة الفار بقى حكاية الفار وكنت سيابها كده إيه نتكلم فيها الوحدة الفار في مصر مرضي بعد سنتين تقريبا هل هو مرضي الآن هل الأداء الفار في مصر ماشي بشكل سليم هل نتعامل مع الفار بشكل سليم ولا لسه في مشاكل إلى حد ما يعني مش عايزة أقوله برضو عشان أكون صادق معاك لا يعني لحد ما إن هو وائس إن هو وائس أغلب الموجودين على الفار حكام صغير السن معنده مش خبراته وخلي بالك الفار ده لازم يكون عنده خبرات كبيرة جدا تمام التاني حاجة برضو الأجهزة مش بسعدانة انت في التصوير عاملش زي يعني مش هو ده تصوير اه تحسنت حتى في اللقطات شوفنا بينا نشوف كذا لقطة مش أحسن حاجة طبعا بس تحسنت كثيرا لكن أنا بقولك مع مع الوقت حكام صغير السن بيكتسب خبرات ويمكن كان سيل قبل كده كانت الأخطاء أكبر بكتير وكان أصلا التعامل أصلا مش عايزة أقولك يعني مش عارف أول سنة كانت في أخطاء موجودة كبيرة جدا وكان أصلا حتى يعني لسه هم معرفوش إيه نظام الفار لأ سنة ورا سنة تحسنت من الحاجات المهمة في الفار إنه الحكم في الملعب وإنتوا بتشتغلوا كلاجنة إنه إنتوا تقللوا شوية الوقت الضايع ده حتى لنزل ما حالك قلت في الاحتراكات ما نفضلش نوقف اللاعب كل شوية بس تيل لسه الحكم بيقف كتير التواصل بينه بين غرفة الفار بيقف فترة كبيرة مش كل المباراة أنا شفتها تحسنت في بعض المباراة بس تيل لسه فيه حكام هو النهاردة برضو أنا حس أنت كنت معاني النهاردة يعني في القاعدة هو النهاردة قال برضو إنه هو هو مستخدم واحد من عنده من من إنجلترا قال إلا أنا هشتغل على الحتة دي الفترة اللي جاية بنفسي إلا أنا أقلل الوقت إلا هو بيستغرق ما بين الحكم والفار ممتاز يعني هو حتى تتكلم عن النقطة دي قال إلا أنا هشتغل عليها الفترة اللي جاية عشان كانت شايف إنه فيها أخطاء أو يعني شايف فيها نواقص طبعا فيها نواقص وفيها أخطاء خلينا نصرح بعض وخلينا نعرف وخلينا نقول للناس عشان ما نسمع يعني ما هوص الكمال لله وحده طبعا إحنا عندنا إيجابيات عندنا عندنا سلبيات ولأ أنا أسف اللجنة دي تحديدا اسمها إيه لجنة لتطوير كمان الحكم مش مجرد لإيه لجنة لتطوير تطوير معناه إنه كان فيه نواقص إنتجاية تطورها يعني ده مفهوم بالعكس إحنا أنا بتكلم عن حراك النهاردة وأنا عجبني الحوار جدا النهاردة وأتمنى الحراك تكون سعيد معاه في الحوار ده بالعكس سعيد جدا وأنا متأكد أستاذ مشاهدين مستمتعين إنه نفهم اللجنة دلوقتي بتطور إزاي بتعمل إيه عشان الناس بتطوير تسأل طب هم يا جماعة بيعملوا إيه طب عملوا إيه غيرل قبل كده لا هو هيطلع الفترة اللي جاية هو برضه لأنه أنا بحترم بحترم خصياته اللي قاله هيطلع برضه بحاجات جديدة يتكلم فيها وأنا على المستوى الشخصي أصلا عمل عمل اللي أنا عاوز أعمله هم همشي منطقة القوة هاي غير كده هتلاقييني شكرا مش موجود أنا عاجبني حالة الاستغناء اللي عند حضرتها جديد بصة كبت دايما اللي بيستغني ده دايما هو اللي بيعرف ينجح لو ما كنتش مستغني فتقول لأنا موجود وخلاص لا لا أنا لو موجود وخلاص ما أقعد وخلاص بس أنا عمري ما هوكم كده هاي ولا عمري طبيعتي ولا شغلي ولا مكانتي تسمح اللي أنا أعمل حاجة زي كده عظيم جدا طيب من الحاجات اللي أنا برضو لفتت نظري في كاس العالم وكايت حلوة عجبت ناس كتير قوي موضوع الوقت الضايع الوقت الضايع اللي حتسب بشكل رائع في كاس العالم وإنك تاخد الوقت كامل اللي بيديع بتاخده فيه نهاية الشيط الأول ونهاية الشيط التاني والسعودية قريب طبقة هذا الأمر في الدوري السعودية هل دا ممكن يحصل في مصر خاصة إن احنا مش عضاء علينا شطرة قوي في تضيع الوقت أنا أتمنى يا كابتين أنا داخلية على مستوى الشخص أنا أتمنى لو طبعا نتطبق بإنفعش أنا يعني خلينا أتكلمك بقى كمشاهد بإنفعش أنا أتفرج على كرة فرقة عمالة ضايع في وقت واجه في الآخر دي ثلاث دقايق أيوان والفرقة تعمل لأ طبعا لأ طبعا بجنم على أي حد أه صح طبعا على أي نادي طبعا حتى لو نادي صغير دادي كبير صح لا يا جماعة ما هذه اسمها عدالة حتى لو أنت ما بتقصدش أو أنت لا دي اسمها عدالة طب هل حركة راحت دقايق و هتطرحه؟ أسوق يعني أنا بقولك طبعا اتطبق في كذا دولة أه طبعا هتكلم فيه طبعا بداية بقى يعني ما نقعد بقى مع بعض أن ليس القرار راسمي ويطنعش أه طبعا فيه يعني ما نقعد طبعا دي من ضمن الحاجات اللي أنا هتكلم فيها وأقولها هايل مش في الدور الممت... في كله أه في القسم الثاني برضو نفس الكلام لأن أنا قسم الثاني برضو كنت واشوف مطشاط ما بتلعبش فيه عشر دقايق صحيح خلي بالك يا كابتل لو حتعملت هتبدأ الآن دي أتحرص في الحتة دي 100% أنا برضو مش عايز أماوت لعبت يعوده 200 دقايق أنا ما جاء ضايق خمس دقايق ولا عشر دقايق وأعرف الحاكم هيدي الوقت ده طب ما نلعب وكون موجود في الملعب واللعب واللعب يستمر ده إرهاق بدني كمان علي أخلص المغرف 120 دقيقة أه طبعا دي نقطة مهمة جدا فده نقطة مهمة من الحاجات برضو العظيمة اللي شفناها في البطلات العالمية في كاس العالم تحديدا موضوع التطور في التكنولوجيا بتاعت التحكيم تقنية خط المرمى والخط بتاعت التسلل اللي بعمل بشكل تكنولوجي برضو مش مرسوم زي الفار في تفاصيل كثيرة جدا هل حالك ممكن نعمل تصورات لده أنا عارف إنه البدجت والتكاليف والحاجات دي تكاليفها كبيرة جدا بس ممكن نعمل تصور بحيث إنه ناخد خطوات في هذا الأمر أه طبعا خلي بالك إحنا ما جينا وقلنا فار زمان كانت الناس بتتريق علينا أه لك مستحيل دا لست بدل علينا إحنا عشر سنين طبعا برضو طبعا كان الكابتن جمال غندور كان صاحب الصبق في الحتة دي برضو ولازم ياخد حقه طبعا الناس كانت بتتريقها ويوم ما قالوا في الاتحاد دا الدور التانية تتطبق مش عايز أقول لك الكلام كان بتقال إزاي وطبقنا ومشينا بسلبياتنا واجباتنا ليه برضو دافس الكلام زي إنتم بتقول نحط التصور لازم الكابتن يكون عندنا طموح ولازم يكون عندنا نظر مستقبلية أنا مش عايز أقول أنا أطبق وفضل وقت مكاني أنا عايز أبشيها مش عايز أقف مكاني عايز أطور عايز عايز أوصل لأبعد نقطة لأن في الآخر هرجع برضو أقول لك في الآخر أنا بدور على منتخب بدور على ناري بدور على بلد كورة في مصر منظومة صليمة بدور على بلد على رياضة وزي ما قلت للرئيس قالنا رياضة أبن قومي صحية فلازم نتعلم فلازم نكون على قد المسؤولية مضبوط طيب